نروح على نادينا النادي الاهلي طبعاً النهاردة النادي الاهلي بيستقنف تدريباته مرة تانية استعداداً طبعاً لمباراة المريخ السوداني حضراتكم عارفين يمكن النادي الاهلي عمل مباراة تجربية ما بين فريق الاول وفريق الشباب يوم الجمعة كان يمبارح خد راحة والمباراة كانت مفيدة جداً جداً لمسيماني يمكن نتيجة خرجت 4-2 اتطمنا من خلال المباراة دوت على وليد سليمان رجوعه بشكل اكتر من رائع وشارك في المباراة بشكل كبير جداً استعدادات النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين مباراة يعني وجون بدر بنون كمان بيقولولي عليه في الاربيس جون اكتر من رائع وشوفنا من خلال كمان البيت الكبير بدر بنون لعب شوية في نص الملعب سعد سمير مع احد النشئين كان بلعب سردباك تقلق اللعيبة والروح المعنوية العالية هو دوت سلاح النادي الاهلي ان شاء الله لمواصلة المشوار الافريكي النهاردة مستر المسيماني كمان عمل جلسة طبيعية جداً بتحصل كل يوم مع الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة والجهاز المعاون عشان الطبيعي يبدأوا يرتبوا الامور الادارية الخاصة بالسفر الى السودان كابتن سيد عبد الحفيز اعلن النهاردة ان الفريق ان شاء الله باذن الله حيسافر السودان ان شاء الله يوم الاربع اللي جاي الساعة اربع العصر عشان نعرف اكتر ونشوف اكتر من السورة اللي قدامنا ونعرف كيف يستعد النادي الاهلي من النواحي الادارية وكمان من النواحي الفنية نشوف التعرير ده عن ان شاء الله استعداداتنا لمبرات المريخ باذن الله ونرجع مع حضراتكم في البيت الكبير